يا أهلا بكم في الأجندة قبل أيام حقدت ورشة المنامة التي تمثل الشك الاقتصادي لصفقة القرن صفقة بيع فلسطين في المزاد الأمريكي وهي الخطة التي وصفتها صحيفة الڭارديان البريطانية في افتتاحيتها ثلاثاء الماضي وصفتها بالمسرحية الهزلية التي تستحق الاستكبال الساخر وطبعا هذا هو رأي أغلبية المراكبين والمحللين ما يهمنا في هذه الصفقة وفي هذه القصة هو جانبها السياسي غير المعلة لما قد يترتب عليه من مخاطر مخاطر على اليمن بالدرجة الأولى وعلى المنطقة بشكل عام اليمن تتأثر بما يجري في المنطقة بشكل طبيعي هذه الحلقة لمناكشة هذه القضية والتنبيح على المخاطر المحتملة من تطبيق صفقة القرن فكونوا معنا في العام 1922 استكر الرأيه في دوائر الاستعمار البريطاني والفرنسي والروسي على تكسيم الشرق الأوسط إلى دويلات ذات حدود اجتهادية اجتهدوا في تكسيمها تم رسم هذه الحدود على الورق بأوامر من وزير الحربية البريطاني اللورد كاتشنر قبل وفاته في عام 1916 وكاتشنر هذا هو ضابط بريطاني إمبريالي ذكي لم يأخذ حظه وحقه من الاهتمام التاريخي لأنه أثره خطير وكبير كان قد عين في مصر حاكم لمصر في فترة من الفترات وهو أيضا كان قد عين مارك سايكس لإعداد التفصيلات اللازمة لتكسيم الشرق الأوسط هو الذي خل سايكس يكسم الشرق الأوسط وسايكس هذا هو الشخص الذي سنظل نحن العرب نردد اسمه طوال كرن كامل بعد ذلك في جوار زميله الفرنسي بيكو عندما نتحدث عن اتفاقية سايكس بيكو وكانت الدول الثلاث بريطانيا وروسيا وفرنسا كانت اتفقت على شيء واحد كما يقول المؤرخ البريطاني المحقق ديفيد فرومكين في كتابه المهم للغاية ولادة الشرق الأوسط لأن هذا الكتاب بيكدم الرواية الشاملة لولادة الشرق الأوسط الجديد وكيف تم تكسيمه بين القوى الاستعمارية الثلاث هذا الشيء الذي تم الاتفاق عليه بين هذه الدول الثلاث هو استبعاد الإسلام من مرجعية السياسة في الشرق الأوسط واستبداله بمرجعيات أخرى اختلفوا عليها فكان رأي الروس أن تحل الشيوعية محل الإسلام وكان رأي البريطانيين أن تحل القومية العربية والأسر المالكة محل الإسلام يعني الولاء يكون لها إما للقومية أو للأسر المالكة ليس للإسلام أما فرنسا فقد سمحت ببقاء الدين مرجعا للسياسة لكنها عملت على إذكاء الصراع الطائفي في منطقة الشام الكديم لبنان على سوريا ظلت التحضيرات لتكسيم الشرق الأوسط قرابة سبع سنوات يعني من اندلاع الحرب العالمية الأولى 1914 إلى 1922 عندما استكرت الصيغة النهائية لتكسيم الشرق الأوسط صميت هذه الحركة طوال هذه السنوات باللعبة الكبرى وخلال هذه الفترة كان الجميع يتآمر على تركيا الرجل المريض أنذاك كما كان يسمى ليتمكنوا من تكسيم تركته أو ثروته مستغلين عداء بعض العرب للسلطة العثمانية أنذاك ورغبتهم في التحرر منها وما أشبه الليلة بالبارحة يعني ما أشبه كيشنر الأمريكي اليوم بكيشنر البريطاني وما أشبه السنوات السبع للثورة المضادة للربيع العربي بالسنوات السبع لتحذير سايكس بيكو وما أشبه صفقة القرن أو صفقة القرن بسايكس بيكو وما أشبه الغباء العربي بالغباء العربي الكديم ما زلنا نعيش هذه اللعبة الكبرى كما سماها البريطانيون منذ مئة عام صفقة القرن هي النهاية الدرامية التي أرادها المخرج لهذه اللعبة الكبرى اللعبة الكبرى التي بدأت بعد الحرب العالمية الأولى يريد المخرج أن تنتهي هذه اللعبة الآن بصفقة القرن فما هي هذه الصفقة وما أبعادها المختلفة يا ترى وما هي تبعاتها القومية والوطنية علينا نحن اليمنيين طبعا هناك عملية جراحية كبيرة تجري في المنطقة اسمها صفقة القرن ولها آثار جانبية كل عملية جراحية لها آثار جانبية آثارها الجانبية ممتدة إلى اليمن كما نتوقع ويبدو أن من الصعب فهم ما يجري في شبوى والمهرة وسقطرة وتعز وعدن وصنعاء من دون فهم مجموعة أمور من بينها صفقة القرن وهذا ما سنحاوله في التقائق القادمة ما زالت صفقة القرن مفهوما غامضا لم يعلن عن تفاصيله رسميا حتى الآن خايفين كلقين يعلنوا عن التفاصيل أنها صادمة فقط أعلنوا عن الشقة الاقتصادي الشقة الاقتصادي منها الذي كشفته ورشة المنامك قبل أيام ومع ذلك فالكثير من جوانب صفقة القرن لم يعد سرا الهدف المعلن على لسان ترامب وعلى لسان صهره كوشنر هو تصفية القضية الفلسطينية وإغلاق هذا الملف الفلسطيني نهائيا ولما نقول تصفية القضية تصفية القضية الفلسطينية فهذا يعني تصفية ثلاثة ملفات أساسية هي ملف القدس ملف اللاجئين ملف الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 هذه هي الملفات الأساسية التي سيتم تصفيتها في صفقة القرن وكتشرع ترامب بالفعل في تطبيق هذه الصفقة المربحة لإسرائيل وأمريكا فقط لا غير احنا ما معناش منها ولا أي فايدة في ملف القدس أصدر كراره باعتراف أمريكا يعني اعترفت أمريكا بالقدس عاصما لإسرائيل ونكلت السفارة الأمريكية إليها هذا بالنسبة لملف القدس وقال ترامب أن هذا يصب في مصلحة الولايات المتحدة وبعد فترة وجيزة أصدر كراره الآخر المتعلق بملف اللاجئين فأوقف التمويل الأمريكي لوكالة غوث اللي هو وكالة غوث اللاجئين حفوان الأونورو هذا ما يتعلق بملف اللاجئين اللاجئين اللي عادتهم حوالي 7 مليون فلسطيني الآن أما فيما يتعلق بملف الدولة الفلسطينية فإن الأمور تذهب إلى القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 واستبدالها بكيانات فلسطينية مبعثرة في الضفة أو في غزة مبعثرة داخل فلسطين بشكل عام كيف ما وزعوها واستبدال فكرة الأرض مقابل السلام بفكرة المال مقابل السلام الفلوس مقابل السلام فيش أرض خلص الأرض لإسرائيل مع توسيء حدود دولة إسرائيل لتشمل الجولان التي أعلن ترامب ضمها بشكل رسمي إلى إسرائيل ومن المتوقع أن تزحف إسرائيل على الضفة الغربية في وقت لاحق وهذا يبدو ما يتوقعه النظام الأردني ويتحرك ضده لأنه فكرة ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل يعني طرد سكانها إلى الأردن وهو ما لا تحتمله الأردن من الناحيتين الديمقرافية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية ولذلك الملك الأردني يعني حايص لايص يعني من فترة لأنه يعني قرار يكاد يهدم دولته يتوقع الخبراء أن تحدث عملية إزاحة للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن ملايين بيرحلوا للأردن وإزاحة أخرى من غزة إلى سيناء يوسع البطرح لإسرائيل هذه التوسعة لصالح إسرائيل في الأرض وعلى حساب دول عربية لن تتوقف عند حدود الدول المحيطة بفلسطين فقط بل ستمتد إلى دول أخرى في شبيل جزيرة العربية منها السعودية واليمن فلما يزيحوا الناس يعني خلونا نتخيل المخطط على النحو الآتي نتخيل المخطط على النحو الآتي إسرائيل ستتوسع شمالاً في الجولان على حساب سوريا وهذا أصبح أمر واكب وستتوسع شرقاً على الضفة الغربية يعني في الضفة الغربية من نهر الأردن على حساب دولة الأردن ولنستبعد أيضاً أن تتوسع جنوباً في غزة بحيث يتم إزاحة الغزاويين إلى سيناء لكن حكاية سيناء هذه لا تبدو مثالية الآن في هذه الفترة يبدو أنه محتاجينهم في البداية مخطط آخر في كل هذه الإزاحات يعني عموماً في كل هذه الإزاحات لن تقف هذه الإزاحات عند حدود هذه الدول السعودية مثلاً مطالبة بتعويض الأردن مدام الأردن حيستكبل لاجئين بالملايين فالسعودية مطالبة لتعويض الأردن في الأرض من أرضها في الشمال في الشمال السعودية لكي تتم هذه الصفقة غصباً عنهم مصر أيضاً مطالبة بتخصيص جزء من سيناء تقيم عليه مشاريع البنية التحتية لسكان غزة سواء بكيه في غزة أو انزاحه إلى سيناء ستقيم بنية التحتية مشاريع كبيرة لغزة مثل محطات الكهرباء المياه الغازية أو محطات المياه الغاز وما شابه ذلك هذه كلها ستقام على أرض سيناء وعلشان يتحكموا فيها المصريين مش الفلسطينيين حتى يظل النظام المصري متحكم بالفلسطينيين في غزة والسعودية كما تعلمون وكما هو واضح لن تطرح من أرضها إلا إذا ضمنت أن تأخذ من أرض دولة أخرى مقابل ذلك حتتفك مع أمريكا على ذلك وإسرائيل إحنا خايفين أن تكون الأرض البديلة هي أرض يمنية يعني هي تطرح للأردن من الشمال وتأخذ من الجنوب في اليمن نخشى ذلك وهذا مش مستبعد يعني ممكن نتفكوا مع الأمريكان نحن ممكن نحل مشكلة الأردن بأن نضع لها جزء من أراضينا في الشمال بحيث أن نستمحوا لنا نستولي على أراضي يمنية أو على جزر يمنية أو على مقدرات يمنية وهم بحاجة إلى أرض يمنية توصولهم بالبحر العربي كما كانت السعودية تطمح من سنين وهناك أيضا طموحات في مناطق نفطية في الجوف كما أوحى تقرير في كناة روسيا اليوم قبل فترة نقلا عن وكالة الاستخبارات الأمريكية CIE اليمن بالنسبة للمنظام السعودي مرتبطة بأكثر من ملف ملف إيران والحوثي وملفه النفط في الجوف وملفه الديمقراطية والإخوان وملفه صفقة القرن وكل هذه ملفات مزعجة للسعودية وتريد تحقيق مكاسب في كل هذه الملفات على حساب اليمن والأمر كذلك بالنسبة للإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية تنظر إلى اليمن ضمن حوالي ثلاثة ملفات ملف الإرهاب ملف الصراع الإيراني السعودي الذي ترغب في بكائه مستعرا لتحقيق أجندتها المعروفة وملف الجغرافية السياسية المتعلقة بصراع أمريكا مع الصين وروسيا باب المندب وطريق الحرير وترغب في السيطرة على مضيك باب المندب الاستراتيجي ضمن هذه المشروعات أما الإمارات فاستراتيجيتها تقوم على الاستيلاء على بعض الموانئ والجزر أو تعطيلها على الأكل الموانئ والجزر اليمنية التي كانت تهدد مستقبل دبي والنشاطات التجارية الأخرى العلنية والسرية لحكام أبو ظبي هم شغالين في الصفقات السرية المشبوهة والممنوعة أكثر يبدو تهريب السلاح تهريب المخدرات غسيل الأموال وتجارة الجنس وكل هذه هي التجارة التي تعتاش منها الإمارات وذلك بركاتها واضحة في السياسات الإماراتية بركاتها واضحة ولتحقيق هذه الأجندات المختلفة لهذه الدول لا بد أن تظل اليمن في حالة فوضى هكذا علشان هذا لو كلهم ينجحوا في أجندتهم وعشان يحققوا أجندتهم وهذه الدول الثلاث لا بد تظل اليمن في حالة فوضى وانهيار وضعف يسمح لهم بتحقيق أجندتهم يعني باختصار لا أمل في حل الأزمة اليمنية من دون حل قضايا المنطقة الأخرى إلا إذا قرر الحوثي إنهاء الأزمة لصالح اليمن أو إذا قررت الشرعية أنها تتوب من حالة التفاهة التي فيها حل القضية في اليمن بيد أطراف محددة هي الحوثي في الداخل والسعودية في الإقليم وأمريكا في فوقهم كلهم ومن الواضح أن أجندت هذه الأطراف الثلاثة تكتضي أن يبقى اليمن كما هو عليه الآن الحوثي هنا أشبه بضبع لا يريد أن يترك الفريسة دون أن يحصل على جزء منها صراع مع السعودية هو صراع ضباع على الغنيمة على الفريسة فقط ضبع محلي وضبع إقليمي وفريسة ضعيفة اسمها اليمن طبعا الحوثي يكدم نفسه في اليمن بطريقة مختلفة بطريقة محترمة يحاول يكدم نفسه باعتبار حامي حمى اليمن من الأطماع السعودية والإماراتية الأطماع اللي يشجعهم عليها الأطماع اللي يسهل لهم الحصول عليها يعني الحوثي يسهل للسعودية والإمارات الحصول على امتيازات وأطماع والضغط على اليمنيين ويقول لك أنا حامي حمى المقدرات اليمنية ويحاول يكدم نفسه أيضا باعتبار الجزء من قوى المماتعة للمشروع الصهيوني من السهل على اليمنيين طبعا أن يفضحوا زيف هذا الاتعاء الحوثي بطرح حجة واحدة فقط لو كان صحيح مخلص حسب عبارة علي الأنسي لو كان صحيح الحوثي صادق فيما يقول وفي حب لليمن وخوف عليها كما يزعم لأنهى هذه المأساة بجرة كلام بكرار واحد وفوت على السعودية والإمارات وأمريكا أطماعهم في اليمن بكرار واحد إعلان يقول فيه لليمنيين أيها اليمنيون أيها الإخوة اليمن تتسع للجميع أرضا وسلطة وثروة هي لليمنيين جميعا تعالوا نرجع إلى المسار الذي اتفقنا عليه في مؤتمر الحوار الوطني وابن اليمن بأيدينا ونحميها بسواعد لكن أنه لو أن يقول ذلك كلنا نعلم أن اليمن في نظر الإمامة مجرد وريثة يريثها إما أن يحصل عليها بالكامل وإما أن يهدمها على رأس الجميع شعار الحوثي في الباطن هو نفس الشعار حلفائي في سوريا الأسد أو نهدم البلد أو نحرق البلد إما أن نحصل على الغنيمة كاملة أو نمزكها شذر مذر وطبعا لا يلان في هذا سوى اليمنيين اليمنيون هم الذين بأيديهم سلموا أمرهم لهؤلاء الأوغاد في الداخل والخارج سلموا أمرهم وبلدهم لأكثر وحش سياسي في الداخل وأكثر وحش سياسي في الخارج دفعوا القوى السياسية المدنية للبحث عن حليف خارجي بل عن مأوى يحميها من أنياب الضبع الإمامي المفترس اليمنيون هم الذين قادوا أنفسهم إلى هذه المأساة وهم من يستطيع حلها الدور الكذر في المشهد السياسي الحالي ليس دور المملكة السعودية أو حتى الإمارات هذه دول دورها مكشوف وواضح عداؤها لليمن واضح أطماعها واضحة عملتها للأجنبي واضحة والأدوار الواضحة لا خوف منها إنما الخوف من الأدوار القذرة الخوف من الذئب الذي يرتدي جلد الخروف كما تفعل إيران وعذيانه إيران تقدم نفسها بدولة مناهضة للصيونية والإمبرياطية الإمبريالية كما وتذر بعض الرماد على العيون من خلال دعم بعض القوى الفلسطينية هكذا تقدم نفسها لكنها في الحقيقة دولة انتهازية براغماتية تبحث عن مصالحها فقط لا غير ومن السهم كشف حقيقة إيران بطرح بعض الأسئلة البسيطة إيران اليوم أصبح الدولة على حدود إسرائيل من خلال سوريا من خلال لبنان فلماذا لا تعلن الحرب على إسرائيل؟ يلا فرصة جيش المهدي موجود وجيش حظيا موجود والسلاح والأمور طيبة ويقدروا يسكتوا حتى الطيران أمريكي متطور جدا يلا فرصة تفضلوا أنتوا على حدود إسرائيل وقتكم إيران تزعم أنها دولة معادية للصيونية والنفوذ الأمريكي في المنطقة فلماذا لا تتحالف مع القوى العربية المعادية للصيونية والنفوذ الأمريكي مثل الأخوان مثلا بدلا من تمزيك المجتمعات العربية بالفكرة الطائفة والميليشية الإرهابية أسئلة بسيطة طرحوها على إيران إذا كانت إيران حريصة على إضعاف إسرائيل وإضعاف الهيمنة الأمريكية في المنطقة فلماذا تضعف الدول العربية والمجتمعات العربية بالمشاركة في الثورة المضادة؟ لماذا؟ لماذا إيران حريصة على إحداث شرخ طائفي في المجتمعات العربية من خلال دعمها لميليشيات ضد الدول العربية وضد الاستقرار والتنمية في كل من اليمن، العراق، لبنان، سوريا وغيرها؟ لماذا إيران حريصة على تشييع المنطقة وإدخال هذا البعد الطائفي؟ الحقيقة واضحة الظاهرة لا تحتاج لبحث واستقصاء تحتاج فقط لتأمل بسيط لأن الحقيقة بطبيعة بسيطة اليوم إيران هي أكثر دولة خدمة الكيان الصهيوني والنفوذ الأمريكي في المنطقة العربية مثلما أن الحوثي هو أكثر شخص خدم أو أكثر حركة خدمة السعودية السعودية لم يكن سيخدمها غير الانكلاب الحوثي لوش إن اليمنيين متفقين مجتمعين داخل اليمن وما أحد قادر يبتزهم ولا أحد قادر ينفذ أجندة من خلالهم اليوم إيران من خلال قيامها بدور البعبع الذي يهدد دول الخليج خدمت إسرائيل اضطرت دول الخليج للهروب إلى حضن أمريكا والصهائلة وهي تدرك ذلك إيران تفعل ذلك وهي مدركة أنها تخدم أمريكا وإسرائيل لكن هي فاهم أنه في تخادم نحن نخدمهم في شيء وهم سيخدمون في شيء يعني إيران عملت جنبا إلى جنب مع إسرائيل على وعد الثورات العربية غرفة عمليات واحدة مش مشتركة لكن كل واحد بيشتغل في نفس الهدف إيران حولت الثورات العربية أو الثورات العربية من فرصة عظيمة لإنقاذ المجتمعات العربية حولتها إلى مأساة هذا الدور الكذر الذي تلعبه إيران وذيولها في المنطقة ينبغي أن يفضح بإصرار وبتركيز لأنه دور عاهر يتخفى وراء شعارات شريفة العرب لا يخدعون إلا من هذا الباب ولذلك ينبغي أن نكشف هذا الزيف النظام السعودي لا يستطيع أن يخدع أحد بسلوكه لأنه يمارس الرذيلة بوضوح وإن حاول التستر ولهذا أغلب الناس يكرهون هذا النظام ويحذرون منه أما إيران فهي تدخل إلى ديارنا وإلى بيوتنا في ثياب الراهبة لتنشر الرذيلة والرذيلة كلمة بسيطة مؤدبة جدا أمام ما تفعله إيران في المنطقة لأن الفتنة التي تشيعها وتؤسس لها في مجتمعاتنا أوسخ من الرذيلة وأشد من القتل كد يفهم من كلامي أن الصراع الإيراني الأمريكي صراع مسرحي غير حقيقي وهذا كلام طبعا غير صحيح أنا لا أكله إيران في حالة عداء حقيقي مع أمريكا لكنه عداء محسوم بالكلم والمصدر وصراع حسابات لا عواطف كل دولة منهما تعرف ماذا تريد من الدولة الأخرى بالضبط وكيف تتحرك وتعرف ما الذي تريده الدولة الأخرى وكيف ستتحرك ولهذا تبدو إيران مطمئنة في التوتر الأخير بين الدولتين لأنها تترك يقينا أن أمريكا لا تريد الحرب معها ولا تريد إسقاط نظامها وإنما تريد الحد من تطوير بالنمج النووي تقوم إيران في الأيام الماضية بإسقاط طائرة تجسس أمريكية ثمينة جدا فيكتفي ترامب بعتابها ويشكرها لأنها لم تسقط الطائرة الأخرى التي كانت بجوارها وهكذا تظهر أمريكا وكأنها تخاف إيران في حين أن أمريكا تحسب كل شيء بحسابة التاجر ما أسهل أن تقوم أمريكا بضرب إيران وتأديب النظام لكنها لا تفعل ذلك ولن تفعل لأن سقوط النظام الإيراني ليس في مصلحة أمريكا ولأن الحرب إذا نشبت ستكون كلفتها أكثر من أرباحها وترامب رجل اقتصاد لا رجل حرب هذا الرجل ما جاء يحارب هذا جاء يوفر وظائف جوب 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 يوفر وظائف للأمريكان ويوفر فلوس والحروب تسحب فلوس ولعل أمريكا أيضا لا تريد تعريض التكنيات العسكرية للاختبار في إيران لأن ذلك قد يكون فرصة للصين ولروسيا لكشف هذه التكنيات يقول أن الصاروخ الإيراني الذي أسقط طائرة التجسس الأمريكية المتطورة اليومين الماضيين هو إما صنع في الصين أو في روسيا لأنه من المستبعد أن يكون لدائرات تكنولوجيا قادرة على إسكاط طائرة مصممة بحيث لا يكتشفها رادار ولا يسقطها صاروخ هي مصممة فعلا بحيث لا تسقط بأي صاروخ بل أنها قادرة على تشتيت الصاروخ المعادي إذا استهدفها كما قال أحد الضباط الفرنسيين الخبراء وتعد هذه الطائرة أحدث وأركما في الترسان الأمريكية من طائرات التجسس ومع ذلك سقطت هذه التكنولوجيا لابد أنها تكنولوجيا روسية أو صينية إذن إيران تصول وتجول وتصر على موقفها لأنها تعلم أن أمريكا لا تريد الحرب وليس لأنها قادرة على مواجهة أمريكا ولا لأنها لا تخشى في الله لو متلائم لا إيران تفهم أمريكا جيدا وهذا الوحدة عنصر من عناصر قوتها أن تفهم خصمك هذا عنصر من عناصر قوتك إيران تعرف أن أمريكا لا تريد الحرب لأن الحرب ستغلق مضيق هرمز ومن ثم ستتوقف الملاحة البحرية في المنطقة وترتفع أسعار النفط لمستويات كبيرة جدا وتعرف أن أمريكا لن تستطيع حماية حلفاءها الخليجيين بشكل كافي لأنه إذا كررت إيران ضرب بعض الأهداف الحيوية داخل هذه الدول داخل السعودية مثلا تضرب أنابيب النفط والمخازن النفط أو تضرب أنابيب المياه أمبوب المياه حق الرياض هذا أو تدعم ثورة الشعبية في شرق السعودية أو في جنوبها كل هذا السعودية لا تقدر على حمايته ولا تقدر أمريكا أيضا على تلافي مشاكله كما أن ترامب في الفترة القادمة مقدم على الترشح لفترة رئاسية ثانية ولا يريد المغامرة بالدخول في حرب لا يعرف نهايتها كل هذه الأسباب وغيرها تعرف إيران تعرفها إيران وتتصرف على ضوئها وتستثمر ذلك في تسويك سمعتها في الشرق الأوسط في المجتمعات الشعبية يعني تقول لهم شوفوا أنا كيف ثابت على موقفي ومستعدة لحماية القضية الفلسطينية ومقاومة الهيمنة الأمريكية وتدددد إلى آخره والناس لا يعرفون أنه إيران تلعب في المنطقة الآمنة لأن أمريكا ما قد اتخذتش قرار حقيقي بكسر شوكتها في المنامة حاولوا تصفية القضية الفلسطينية بواسطة المال الخليجي قالوا الأمر يحتاج فقط 50 مليار دولار تدفعها السعودية والإمارات يذهب نصفها إلى الفلسطينيين أو أكثر من النصف 25 مليار أو 28 مليار والباقي يذهب لثلاث دول محيطة بإسرائيل هي الأردن ومصر ولبنان وطبعا هذه أسخف فكرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ترامب هذا جاء مع زوج بنته يعني بأفكار سخيفة جدا يعني ما قدروا شلولين يحلوا القضية الفلسطينية بعروف أكبر من هذه وأجمل من هذه ما فيش حاجة اسمها أجمل يعني اعتقادهم أن القضية الفلسطينية يمكن أن تحل بـ 50 مليار دولار هذا أشبه باعتقادك أن الحوثي ممكن يطلب الآخرة بهذا اللي بيسوي كله يعني هي فكرة كديمة طرحت في الخمسينيات وفي الستينيات ولم تفلح اللي هو الأرض مقابل الفلوس القضية الفلسطينية لا تحل إلا بطريقة عادلة ما يمكنش تحل القضية هذه بالطريقة الغبية هذه هناك كرابة 7 ملايين لاجئ فلسطيني خارج فلسطين فنعت وديهم ومثلهم 7 ملايين تكريبا في الداخل 14 مليون فلسطيني كفعت حل المشكلة معهم يعني الضعف إسرائيل أكثر من الضعف أين سيذهبون ومن يستطيع إقناع هؤلاء بنسيان وطنهم وهناك أرض مقدسة لدى المسلمين في القدس من يستطيع التنازل عنها الحاكم العربي مستعد لبيع أي شيء في مقابل الحفاظ على العرجة أي شيء لكنه في الوقت نفسه يدرك أنه إذا باع القضية علناً سيحفر كبر بيده إذلك يبيعها سراً ويعارض في العلن هو يعرف أنه سيدخل في صراح مكتوم مع مجتمعه والحاكم العربي الآن واقع بين نارين نار الخوف من الأمريكان والصهاينة ويطلب رضاهم علشان يبكوه في السلطة على الكرسي ونار الخوف من ثورة الناس عليه لكن غريزة حب السلطة تجعل يربي رغبة أمريكا ولا يلبي رغبة شعبها الذي يحتكر في قرارة نفسه الغرب برمته مع الإسرائيليين يدركون هذا العيب في الحكام العربي يدركون أنهم يحتاجون للغرب أكثر من ما يحتاجون لشعوبهم هو بحاجة إليهم لأنه لو لاهم لما بقي في السلطة أسبوعا واحدا كما قال إيدي كوهين الكاتب والمحلل الصهيوني الذي يتكلم باللسان العربي كما يقول في هذه المقابلة لنستمع إليه إيدي في نهاية الأمر تضارب في الأنباء البيت الأبيض يقول أن أطرافا عربية وعلى رأسها مصر والأردن ستحضر وهناك مصادر تقول بأنهم لن يحضرون ولكن في نهاية الأمر الطرف الفلسطيني عبر عن استياءة من الموضوع ولكن تفهم ما قال بأنه ضغطا أمريكيا كيف تقلع ذلك؟ خلينا نكرأ كل الصور أول شيء سيحضرون وهم صاغرون هذه لعبة من شهرين الأردن قال لا نحن ندعم الفلسطينيين وسنقاطع كمان مصر السيسي قالوا ذات الشيء لكن تلقوا أوامر من فخمة الرئيس ترامب بأن يحضروا وإلا عروشهم وكروشهم في خطر بهذه اللغة المهينة يتحدث الإسرائيلي كوهين مع أصحاب العروش والبنوك والهيلمان العرب يتحدث بهذه اللاجل لأنه يدرك أنهم لا يستمدون شرعيتهم من شعوبهم بل من رضا أمريكا عنهم إذا سحبت رضاها انهارت عروشهم وكروشهم كما قال كالأهن المنفوش وهذا يعيدنا إلى النقطة الذهبية كما أسميها نقطة الديمقراطية التي أكررها هنا في هذا البرنامج أكثر من تكرار البسملة في الصلاة الديمقراطية هي الحل الوحيد لمشكلة البلاد العربية لأن الديمقراطية تفرز أنظمة حاكمة مرتهنا لشعوبها وليس للأجنبي الحاكم الذي يأتي عن طريق الصندوق يهتم برضى شعبه لا برضى القوى الدولية وهذا بهذا الطريق يصبح قوي في بواجهة المؤامرات والأطماع الأجنبية لأنه راكن على شعبه هو راكن على شعبه أما الحاكم الذي يستند إلى قوى الخارج فهو رهين إرادته ويصبح الوطن بكل مقدرات الرهين الكفيل الأجنبي يرهن الوطن كل معه هذه هي قوة الديمقراطية لو كانت هذه الشعوب تعكل بل لو كانت هذه النخب العربية تعكل ولن في تركيا مثال واضح قبل الاحتكام إلى صندوق الانتخابات كانت تركيا مجرد كرد في الجيب الأمريكي كانت أجهزة الاستخبارات التركية مجرد أجهزة مساعدة للموسادة الإسرائيلي وبسبب هذه التبعية حرمت تركيا من بناء قوتها الذاتية بشكل مستقل لعقود طويلة الآن تغيرت هذه المعادلة تغير كل هذا بعد خروج العسكر من المشهد السياسي لصالح المدنيين أتحدث عن المدنيين بشكل عام سواء كانوا إسلاميين أو علمانيين ليس مهما من يحكم المهم أن يحكم بشكل ديمقراطي وإن كان الغرب طبعا وأمريكا وإسرائيل والنخبة العربية العلمانية الأرثوذكسية يفضلون أن يحكم العلمانيون بل يقاتلون في سبيل ذلك بمالهم وأنفسهم وأجهزة استخباراتهم لا يشتوش ديمقراطية إذا فيها إسلاميين لكن هذا ليس مهما ليس مهما لأن الديمقراطية قادرة على حماية تركيا مهما كان من يحكمها والطريف أن العلمانيين الأرثوذكس في العالم وفي العالم العربي يريدون إنهاء الديمقراطية في تركيا بمبرر ماذا؟ الخوف على الديمقراطية يريدون ذبح الديمقراطية خوفا عليها من أن تموت يقولون إن الديمقراطية التي تأتي بالإسلاميين غير مكبولة والإسلاميون إذا وصلوا إلى السلطة سيكون ذلك نهاية الديمقراطية وأنا ما زلت أتذكر عدد من المقالات والدراسات التي صدرت قبل سنوات عن مراكز ومعاهد أمريكية تتنبأ بنهاية الديمقراطية في تركيا على يد أردغان الدكتاتور والفرنسيين سووا ذلك والألمان فعلوا مثل ذلك وأتباعهم العرب فعلوا كذلك مقالات ودراسات كلها تتنبأ بنهاية الديمقراطية في عهد أردغان مثل ذلك المقالة الذي في معهد واشنطن للكاتب والبحث سونر جغاباتي الذي قبل عامين بعنوان نهاية الديمقراطية في تركيا قال فيه إن أردغان سيقود تركيا إلى الحرب الأهلية وسيقفع على الديمقراطية وها هو بعد سنتين هذا الديكتاتور يخسر أهم مقلاعها الانتخابية إسطنبول قبل أيام ويسلمها لخصمه برضى كامل واحد مصري يرد على مذيع بيقول لك تخسر الديكتاتور أردغان في إسطنبول فعلق عليه الرجل قال له وهل يخسر الديكتاتور أصلا؟ ما فيش ديكتاتور يخسر يا بقم ما فيش ديكتاتور يخسر الديكتاتور يجب أن يكسب طول الوقت هذا ليس دفاع عن أردغان هذا دفاع عن الديمقراطية التركية وعن التجربة التركية ونكاية بالعلمان الأرثوذكسي لأنه هذا صار جزء من الثورة المضادة العلمان الأرثوذكسي الذي لا هم له إلا محاربة الإسلاميين وعادي يمر العساكر ما عنده مشكلة هذا أصبح خطر علينا ولابد ما نوضع لحد الديمقراطية هي الدرس الديمقراطية في تركيا هي الدرس الذي ينبغي أن نتعلمه نحن العرب الديمقراطية هي حصننا الحصين إذا أردنا الخير لبلداننا وإلا فإننا نستحق دائرة الموت التي نحيا فيها إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة